تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن لقاء مرتقب خلال الأسبوع يجمع وفد من مجلس سوريا الدموقراطية مع وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف في موسكو فماذا يحمل هذا اللقاء لسوريا عامة ولشمالها وشرقها خاصة؟ تجاذبات سياسية يفردها المشهد السوري المعقد في وقت تتراجع فيه تهديدات أنقرة بشن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا تتحدث موسكو عن تحركات سياسية وعسكرية تجريها سبقتها تصريحات لواشنطن بهدف منع أي تصعيد قادم يلقي بظلال سلبية على الملف السوري وتتحدث مصادر عن مساعي روسية لفتح قنوات اتصال بين مسؤولي مناطق شمال وشرق سوريا والحكومة السورية كما تناقلت وسائل أعلامية عن زيارة مرتقبة لممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي تتعلق بتطورات الوضع في الشمال السوري واحتمالات عدوان للاحتلال التركي على المنطقة وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فأن هذه الزيارة واللقاءات التي يتم ترتيبها خلال الأيام المقبلة تدخل في إطار جهود روسية لتطويق التصعيد العسكري شمال سوريا وأعرب مسؤولون روس خلال الفترة الأخيرة عن استعداد بلادهم للعب دور الوسيط بهدف إنهاء التوترات على حد زعمهم مصادر أفادت للشرق الأوسط أن اللقاء المنتظر مع مسد سيبحث عدم السماح بأي هجوم جديد مشيرا لتطابق مواقف موسكو وواشنطن في رفض أي هجوم تهدد به أنقرة مؤكدا في هذا الإطار بأن رئيس النظام التركي قد سمع كلاما واضحا من الإدارة الأمريكية بهذا الشأن منورات روسيا السياسية والعسكرية الأخيرة انبثق عنها أيضا لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع ما تعرف بجبهة السلام والحرية السورية ورئيسها أحمد الجربة في موسكو الجمعة لبحث الحل السياسي في سوريا بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية في حين يرى مراقبون أن زيارة الجربة الأخيرة جاءت للاعب دور الوسيط مع عشائر في دير الزور لضمان المرور الآمن للدوريات الروسية بعد رفض عشائري للتحركات الروسية في المنطقة لمزيد من الاطلاع والنقاش ينضم إلينا من فيينا رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أهلا بك أستاذ رياض إذن من المزمع لقاء مرتقب بين وفد من مجلس سوريا الديمقراطية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو خلال أيام ماذا يحمل هذا اللقاء سواء لسوريا عامة أو لشمال وشرقها خاصة مساء الخير تحيات شاهدين مساء النور يعني أي زيارة تكون لموسكو هي بالنتيجة لبحث هذا الوضع المتأزم في شمال وشرق سوريا إضافة للدور الذي تلعبه موسكو في الوساطة التي يمكن أن تجرى مع النظام السوري وكل المستحقات التي يمكن أن تناقش في هذا الإطار موسكو لها دور كبير في المنطقة منذ أن دخلت عسكريا عام 2015 واستطاعت أن تقوم عبر إجراءات خفض التصعيد يعني بعادة جزء كبير من الأراضي لصالح النظام السوري بقيت منطقتان منطقة شمال وشرق سوريا ومنطقة إدلب وهي تفاوض يعني بالحوار وبالنار للوصول إلى نتائج تعيد للنظام يعني دوره وحضوته في السيطرة على كافة الأراضي السورية ما يمكن مناقشته مع موسكو هو أن عودة النظام التي يمكن أن تكون إيجابية وصحيحة هي بأن يعود أيضا إلى رشده وأن يستطيع أن يقبل التفاوض مع كل القوى السورية للحصول على مفهوم الدولة الحقيقي الذي ينشئ نظاما صحيحا وهذا ما كنا نفاوضه باستمرار سواء كان في دمشق أو عبر الوسيط الروسي ويمكن لهذه الدورة من اللقاءات أن تحقق شيئا من النتائج الإيجابية عبر الوساطة الروسية تحقق شيئا من الإيجابية أستاذ رياض ما هو الشيء كما يقال ما هي النقاط أو الأسس التي لا يمكن تتنازل عنها لحكومة دمشق حق الشعب السوري يعني إن حكومة دمشق حتى الآن عملت على أساس أن تخضع الشعب بالقوة بينما يجب أن يكون هناك تفاهم عبر القوى المفاوضة وعبر ممثلي القوى السياسية الموجودة وفي شمال وشرق سوريا قامت حوكما يمكن أن تكون علامة إيجابية لكل المسار السياسي القادم هذه يمكن التفاوض عليها كانت هناك قوة دفاعية استطاعت أن تطرد داعش بالوقت الذي انحسر فيه وجود الجيش السوري نفسه ووجود قوة سورية تمثل النظام وبالتالي فإن الشعب الذي حقق هذا الانتصار يجب أن يأخذ أيضا حقوقه السياسية وحقوقه التشاركية في المنطقة وفي الإدارة السياسية على مستوى سورية هذه الأمور يمكن أن تناقش بشكل كما قلت إيجابي للوصول إلى تفاهمات هل من الممكن أن تتنازل قصد عسكريا لتسهيل المفاوضات مع دمشق؟ بالعكس قصد وجودها مفيد جدا لتحقيق الاستقرار وبالتالي أي تنازل هو في التشاركية الحقيقية التي تجعل قصد جزءا من الجيش السوري وتجعل قصد متحكما حقيقيا في عمله العسكري في المناطق التي استطاعت أن تنجز فيها إنجازا صحيحا مفيدا لوطن اسمه سوريا طيب أستاذ رياض في هذه المحادثات هل هي مرحلية واتفاق ضرورة أم أنه سيكون شاملا ودائما غير المرات السابقة؟ لم نعمل مرة على أن نكون نمارس التكتيك الجزئي الذي يحقق نصرا أو يحقق حضورا مرحليا نحن نعمل على مستوى استراتيجي وبالتالي كل حواراتنا وكل إنجاز ولو كان بسيطا هو في المنظور الاستراتيجي يحقق تقدما نحن لا نعمل على مستوى الفوائد الجزئية والصغيرة كل تحقيق تقدم هو لمصلحة الجميع أبناء المنطقة متضررون ويجب لهم أن يحققوا إنجازا صحيحا عبر ممثليهم لأن هناك من يقول السادة رياض لعني رب أي تفاهم أو اتفاق في هذه المرحلة هو فقط لدرء الخطر التركي لا بأس هذا الكلام صحيح نحن دائما في خطر من التركي ولكن المقايضات التي حصلت حتى عبر الروسي وعبر الأمريكي لصالح التركي هذه يجب أن لا تتكرر نحن لم نغير في اتفاقاتنا دائما كنا في مستوى تنفيذ الاتفاقات بكاملها لم نغدر ولم نلتف ولم نحاول أن نلعب على الحبال دائما التركي يهدد عبر فصائل المرتزقة التي تتبع له أو عبره مباشرة في القصف المستمر والطائرات للدرون التي تطوف فوق مناطقنا وتقتل عناصرنا وهي بالتالي تقوم بدور اعتدائي مستمر نحن نفاوض من أجل وقف هذه الاعتداءات ونفاوض أيضا من أجل أن نفتح بابا للحوار حتى مع التركي ليكون حاضرا حضورا إيجابيا نحفظ له نحن حسن الجوار نحفظ له حدوده وأمنه القومي كما يقول كما نحفظ حدوده وأمنه القومي لسوريا أليس للسورية أمنا قوميا أليس للشعب السوري أمنا هذا الأمر لا يكونه جاهزا إلا بالاتفاقات وبالحوارات وبالتالي فإن الاعتداءات التركية يجب أن تتوقف عبر الوسطاء الضامنين وهم تركيا آسف هم روسيا وأمريكا وهؤلاء الذين نفاوضهم باستمرار أن يكونوا ضامنين حقيقيين صادقين لا يقدمون قطعة من الأرض هنا أو هناك على حساب قطعة أخرى يكسبونها في مكان آخر هذه الزيارة لوفد مسد إلى موسكو سبقه قبل أيام أيضا زيارة لما يسمى جبهة السلام والحرية بقيادة أحمد الجرباء هذا اللقاء كما ذكرنا هل سيكون له صلاة باللقاء السابق على اختلاف التوجهات والمشاريع السياسية يعني موسكو ضمن أي إطار يمكن وضع هذه اللقاءة التي تقوم بها موسكو إذن؟ سنحترم أي تشكيل يتشكل من أجل أن يعمل لمصلحة الشعب السوري وهذا حقه في التنقل للتواصل مع كل قوى الأرض سواء كان مرة في أمريكا أو مرة في روسيا هذا حق أي جزء من الشعب السوري يمكن أن يوصل رأيه وصوته لكن لا نريد لهذا السوري أن يكون معارضا من أجل أن يكون محاولا لإسقاط النجاحات التي قمنا بها أي محاولة هي محاولة يجب أن تكون لصالح العمل التشاركي العمل التفاهمي في المستقبل لأن محاولة إعطاء صورة لهذا الفصيل أو ذاك على أنه يمثل الساحة هذا أمر الجمهور يعرفه هم ناس تشكلوا على أساس أنهم جزء من هذه المنظومة أو جزء من هذا الشعب أو جزء من هذا المكان لكن يجب أن لا يكونوا محاورون للحصول على مكاسب كبديل للمشروع القائل طيب هل يمكن القول أن اليوم هناك تقرب أكبر من ذي قابل بين مسد وموسكو؟ يعني موسكو تتقدم بحكم ظروف المنطقة ونحن أيضا نتعامل معها على أساس أنها قوة حاضرة لا يمكن الاستغناء عنها في الوصول إلى حل سياسي اعتمدنا دائما على أن موسكو لها حضوة وحضور في المنطقة باستمرار منذ أن كانت تساعد الشعب السوري في كل معاناته السابقة وعاملناها وتعاملنا معها على هذا الأساس نطلب منها الآن أن تستمر في هذا التواجد وأن لا تعمل لصالح طرف على حساب طرف هذا التقارب هل يرتبط بتفاهمات والتوازنات إقليمية جديدة خاصة في سوريا بقيادة أمريكية روسية؟ أمريكا بالنتيجة في كل الأحوال هي تلعب من الخلف وهي التي اختارت هذا الدور وهي التي ترسم السياسات في المنطقة حتى الآن كل الحضور القوي لأي طرف كان وراءه أمريكا وبالتالي فإن التقارب الحالي بين أمريكا وروسيا وخاصة بعد تفاهمات المعابر وما سمي الإنعاش المبكر نعتقد أنه هو جزء من هذه السياسات ونتعامل على أساس ذلك أستاذ الرياض سؤال الأخير تحدثت عن دور موسكو وأهميته في الأزمة السورية هل يمكن التعويل أو الاعتماد على موقف موسكو بعدم أي مقايضة بين النظام التركي وموسكو بيظل وجود شاهد هناك موضوع قضية عفري محتلة يعني علينا أن نقوم بدورنا وأن نحرض الجانب الروسي على أن يقوم بواجبه ونستمر بذلك يعني حسابات الدول الكبرى أكبر من حساباتنا نحن كقوة صغيرة تمارس دورها الحوكمية على الأرض من أجل أن تفرض وجودها السياسي في بلدها وبالتالي فإن المشاريع الكبرى نحن لا نستطيع أن نواجهها ولكن نستطيع أن نحاورها ودور موسكو أن تلعب بشكل إيجابي لتفرض احترامها الدولي وبنفس الوقت احترامها لدى الشعب السوري الذي كان يقدر لها وجودها السابق نعم منفيننا رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أشكرك جزيل الشكر مشاهدين أفاصل قصير ثم نعود موسيقى